يا صباح الفل على حضراتكم مرة تانية الأهل دايما بيفرحنا ومبارح عمل مطش عظيم يعني يكسب المريخ السوداني 3-1 واقترب خلاص من دور التمانية في دوري أبطال أفريقيا من المجموعة الخمسة ودوري أبطال أفريقيا ليصعد الأهل إلى النقطة السابعة ويقترب لإحراز اللقب 11 إن شاء الله بتاريخ بطولات دوري أبطال أفريقيا كمان النهاردة الزمالك عنده مباراة مهمة جدا مع بيترو أتليتكو في أنجولا رغم خروج فريق الزمالك من دوري أبطال أفريقيا لكنها مباراة بيشوفها الكتير من المتابعين والمحللين إنها في إطار الاستعداد للدوري العام مع المدير الفني الجديد لفريق الزمالك هنتكلم في الفقرة دي عن مطش مبارح الأهلي والمريخ السوداني وكمان لقاء الزمالك النهاردة مع ضفنا اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر الناقد الرياضي الأستاذ عبد الحميد فراج صباح الخير صباح الحميد منورنا محمد تحياتي لك ولكل مشاهدي القناة سعيد جدا لنا في دي افتك النهاردة صباح الخير يا جمالة وصباح جدا لنا موجود معكم منورنا طبعا بس خليني قبل ما ندخل بقى في الأجواء الكروية ونتكلم في الرياضة هسألك سؤال الحلقة سؤال حلقة النهاردة سؤال مفاجئ سؤال حلقة النهاردة إيه أغرب هدية جات لك أغرب هدية جات لي مش عارف ساعدك هنديك هنس من إجابات الجمهور طيب اوكي نبدأ نشوف الجمهور ونستقرنا كده الهدايا اللي جات لي قبل ساعدك في محمد رجب أبو الخير قال أغرب هدية فايد ميلادي كانت كيس جوافة بساعدك بساعدك كمان فيه أشرف غباشي جمانة قيل تعليق لطيف جدا فيه إبداعات كده للهدايا بيقول أغرب هدية جات لي لواحد صاحبي كان عريس وصديقه صيدلي فصديقه جاب له إيه جاب له عربية أو جاب له علبة فيها كل المستلزمات الطبية يعني قبل ما يدخل بقى ويتجوز أغرب هدية جات لي لواحد صاحبه كان عريس وصديقه صيدلي كده ويبقى صح ده مظهور ده دكتور ويبقى على الجيله صح ده مظهور ها فيه أي إجابة من دول فكرتك بقى؟ بصي قالك على حاجة والله هي الأصدقاء عموماً بيبقوا زي ما بيقولوا كده سند مع بعض ومرحلة الشباب بقى بس يعني بتبقى حاجات لطيفة حاجات بسيطة ممكن تشيرت وممكن ساعة دي تقريباً كانت الهدايا بس ما كانتش غريبة يعني ما دخلتش في نطاق الغرابة اه مدخلتش في نطاق الغرابة بس سؤال لطيف وليت يمشت كده الناس معانا في مشاهدين صباح خريباً بديك أفكار تجيب للناس غريبة طب نروح بقى نتكلمة جمانة مع حضرتك عن مبارات مبارح الأهلي والمريخ السوداني 3-1 بيخترب من دور التمانية بداية كده حابين نعرف من حضرتك يعني رؤية للماتش أداء الأهلي كان عامل إزاي مبارح وفرص كده الوصول لدور التمانية بقت أكبر بكتير بكل تأكيد طبعاً المجموعة كانت مجموعة صعبة من بدايتها وجود النادي الأهلي والنادي سانداونز وهما فريقين من المصنفين دايماً من فرق الصفة في أفريقيا وأنهما كمان يتأهلوا الأدوار النهائية ويوصلوا للمسط النهائي والنهائي مع وجود السنائي السوداني المريخ والهلال حصل يعني نقدر نقول حسن حظ للنادي الأهلي أن المريخ عنده قزمة في ملعبه في استضافة مبارياته في استاد القاهرة هنا في استاد القاهرة هنا في استاد الأهلي والسلام وكانت من ضمنها مباريات أمس في الجولة الخامسة دايما حررتك استعرضت ديها كانت مباراة المريخ أصلاً ولكن استضافها ملعب السلام في مصر هنا فوز مهم جداً وفوز كبير للنادي الأهلي بسلسية 3 واحد النهاردة يقدر نقول أن النادي قدر من خلال المباراة دي أنه يحقق الهدف المبتغى بتاعه وصوله 3 نقاط ويوصل لرصيده 7 نقاط أعتقد بيضع قدم فيه الضر ربع النهائي لأن منطقياً الحسابات المنطقية النهاردة فيه مباراة بين الهلال وسان داونز في السودان بس منطقياً أن سان داونز ليدنج أكتر ويقدر يتخطى الجولة دي وحتى الجولة الأخيرة الأهلي والهلال هنا في مصر أعتقد أن الأهلي قادر على أنه يحقق الفوز سيناريهات التآهل دلوقتي خلاص اتحسمت ما بين حزبة أو حزبتين في حالة فوز سان داونز أو تعادله مع الهلال النهاردة فالأهلي في مباراة الهلال السوداني يكفيه التعادل ويضمن التآهل في حالة فوز الهلال السوداني الأهلي هيجب عليه الفوز وأعتقد أن في كل الأحوال التآهل وبطاقة التآهل في إيد النادي الأهلي ولعيب النادي الأهلي في المباراة الأخيرة بأنه يفوز هنا على الهلال تأكيدا على الصعود الجمهور ممكن يكون قلقان شوية من أن الناد الأهلي ما ظهرش بمستوى المعهود وخصوصا أنه بطل أفريقيا في آخر نسختين وهم معهم كل الحق وتحديدا في المنظومة الدفاعية في الناد الأهلي أنا شايف الناد الأهلي سهل الوصول لمرمى في المباراة اللي فاتت دي اتأكدت أن فيه خلل دفاعي موجود التأهل أنا شايفه بنسبة كبيرة مش عايز أقول مضمون بس هو بنسبة كبيرة هيقدر يحقق الناد الأهلي ولكن واجب على مسيماني وفريق الناد الأهلي كلاعبين ومنظومة بشكل كامل علاج الأزمة الدفاعية مؤكد مهمة جدا وخصوصا أنهم كمان يعني إحنا في التأرير وإحنا راجعين نشوفنا البرومو الجميل وحلم المنديال في لعيبة كتيرة في الناد الأهلي موجودة في منتخب مصر بنتكلم في محمد عبد منعم محمد هاني لو بقى فت إن شاء الله ورجع من الكادمة أو الإصابة الخفيفة اللي اتعرض لها ديت هيكون موجود في المنتخب في كمان أسماء كتيرة فلا إحنا نفسنا إن شاء الله إن المنظومة كلها تبقى ماشية في شكل كويس عشان نحقق حلم المنديال إن شاء الله ده أكيد طيب أستاذ عبد الحميد هل استغربت بدء الماتش بحسير الشحات على حساب أحمد عبدالقادر كمان كان فيه نقطة تانية بيرسيتاو نزل رغم إصابته صحيح وسجل هدف وسجل هدف ولكن تم تغييره شايف كمان تغييره كان فني ولا كان طبي شوفي أقولك على حاجة فكرة الدفع بعدد من اللاعبين الناد الأهل بيعاني من إجهات في الفترة الكبيرة وإجباري بيت سو مسماني يعمل عملية الروتيشن وتغيير المراكز ديت في المباريات بما يتوافق مع المباراة نفسها وبما يتوافق مع إنه ما يعملش خلل في المنظومة بتاعة الفريق بشكل عام حسن الشحات لعب جيد ومميز أحمد عبدالقادر لما نزل عمل فرقي كبير أفضل وسجل هدف وكان هدف جميل جدا حتى إن بعض الناس بالطالب بإنه هو يكون ليه دور موجود في الفترة اللي جاي مع منتخب مصر سأنا شايف إن الناد الأهلي بيقدر يشارك بالمجموعة اللي موجودة معاه علشان يقدر يعمل عملية التدوير ديت وما يحصلش إصابات بيرس تاوي راجع من إصابة هو ما اعتقدش إن بيت سو مسماني هيدفع بلعب غير لما يكون جاهز وفت 100% بس ما حبش يدوس عليه زيادة بلغة الكورة أو ما يدلوش وقت كتير علشان ما تتفقمش الإصابة أو ما يتعبش أكتر خصوانه لسه راجع من فترة بسيطة وبيرس تاوي من الأوراق المهمة عند بيت سو مسماني بيرس تاوي الهدف وكمان هدفين لأحمد عبدالقادر ومحمد شريف أحمد عبدالقادر يعني يقدم ماتش هيل جدا نزل وقدر يغير المباراة بشكل كبير هل بيطرح اسمه كبديل لرمضان صبحي مثلا خلينا نتفق أنه هو لعيب مميز جدا وظهر بشكل جيد مش بس في المباراة الأخيرة في النادل الأهلي ولكن كارلوس كيروش كمدير فان المنطقة بمصر في حيرة لأنه عنده اتنين مميزين جدا في المنطقة دية تريزي جي وعمر مرموش أعتقد أنه لو هيختار واحد هيبقى يعني صعب أنه يبقى ثالث لأنه في الأول في الأخير بتختار 23 أو 24 لعيب للمنظومة كلها محكوم بالعناصر دي إصابة رمضان صبحي أكيد هتفتح الباب وأتخيل أن كارلوس كيروش النهاردة إن شاء الله هيعلم القايمة عقب مباراة الزمالك يعني ممكن مساء اليوم تبقى القايمة كلها معروفة عند الناس ونبدأ بقى مفكر في الحلم الكبير مباراة السنغال إن شاء الله طيب من حيث نتكلم عن العيبة وعى المنتخب كمان كان محمد هيني كان من ضمن الأسماء المتوقعة تبقى يعني أن هي تشارك في المنتخب فعايز أسألك يعني هو إحنا شفنا طلع مصاب فهل محمد هيني ممكن إصابته بالفعل تمنعه من أنه يشارك في المنتخب ولا أصلا من الأول هو كان هذا التوقع توقع ضعيف لا هو كان توقع عندما من المنتخب توقع كبير بسبب إصابة أكرم توفيق في الوقت المركز الزهير الأيمن مفهوش غير عمر كمان عبدالواحد في منتخب مصر الأقرب أو الإسم المطروح بشكل قوي جدا لإنضمان منتخب مصر هو محمد هيني أتخيل أن الفحص الطبي هيكون الإصابة خفيفة وممكن يكون موجود إحنا معنا من هنا لحد يوم 25 أسبوع لو إن الإصابة هتكون بسيطة إن شاء الله هيلعب بيه وفي حل كمان موجود مع كارلوس كيروش ولجأ ليه في كاس أولمة أفريقية من ضمن العناصر اللي موجودة معاه واللي أعتقد هيكون بيضمها وهو إمام عشور لعب في مركز الزهير الأيمن فوجود محمد هيني لو الفحص الطبي أو الكشف المبدأي عليه كان إصابة خفيفة هيكون موجود وفي نفس الوقت هيبقى فيه حل آخر مع كارلوس كيروش نهاردة ماتش الزمالك، الزمالك خرج من دوري أبطال أفريقيا لكن عنده ماتش النهاردة في أنجولا مع بيترو أتليتكو شايف الماتش ده إزاي؟ هل هيتعامل المدير الفني إزاي مع الماتش؟ خصوصا إنه خلص خرج من دوري أبطال أفريقيا وإيه الخطط اللي ممكن يلعب بيها النهاردة؟ طبعا هي مبارة مهمة جدا لعنصر واحد بس في نات الزمالك وهو جيسواردو فريرا فريرا مدير الفني الجديد ما كملش عشر تيام مع الزمالك خد مباراة واحدة بس مباراة الوداد والأسف الفريق خسارها وكانت تأكيد بنسبة كبيرة جدا على خروج الزمالك من البطولة وإكد ده أكتر كمان وصول بيترو أتليتكو لصدارة المجموعة النهاردة مباراة هي بتهم المدير الفني علشان يشوف العناصر اللي موجودة عنده وعشان يثبت إن فيه عملية تصحيح للأخطاء الفنية اللي مرت بالفريق في الفترة الأخيرة أعتقد إن الزمالك في الجولتين سواء في ديات أو في الجولة الأخيرة مع فريق ساجرادا هيستغلهم علشان فريرا يحط الخطة بتاعته ويحط طريقة اللعب بتاعته ويجرب العناصر اللي موجودة عنده أتخيل إن حساب الجهاز الفني الحالي مؤجل لمباريات الدوري إن شاء الله أعتقد أول مباراة مع بيرامدس يوم 6-4 مؤجل الجولتين دولك يعني مش هيبقى حساب لهم لأن هم تحصيل حاصل بالنسبة للزمالك هو فقط حابب يقول إن أنا موجود وإن أنا بصحح الأخطاء أتمنى إن لعبة الزمالك تاعي ده جيدا خروج من دور المجموعات في نسختين وراء بعض أمر لا يقبله جمهور نادي الزمالك ولا يقبله كل المحربيين النادي أعتقد إن اللعبة لازم تصحح الأوضاع ديته وجهاز الفني الجديد وأعتقد إن كمان أمل جمهور نادي الزمالك في فريرا كبير جدا لأن هم عندهم سريخ أو هستوري قديم لفريرا محققة السنائية مع الزمالك ومدرب كبير جدا جدا أعتقد إنه هيبدأ يشتغل على وضع ده الفترة الجديدة طيب مرحب الكلمة عن الزمالك بقى أبو جبل ولا عواد تفتكر بيه اللي هيبدأ في حراسة المرمى وسؤال تاني برضو الناس بتسأله على السوشيل ميديا يعني هل أبو جبل لو ما بدأش في حراسة المرمى فرصته قائمة أنه ينضم المنتخب لا أبو جبل أريدي في المنتخب خلاص ديت ملف منتهي ما فيش مشكلة مركز حراسة المرمى وشناه أبو جبل موجودين يبتالي بتاعهم يكون محمد صبحي أعتقد التلاتة دول ما فيش خلاف في ضمهم في القائمة اللي هتعلن النهار أما في نادي الزمالك فكرة أبو جبل ولا محمد عواد ده هيكون شأن داخلي في نادي الزمالك لبعدين البعد الفني أن أبو جبل للفترة الأخيرة يعني نقدر نقول مش مركز قوي أو مش في حالته اللي كان ظاهر عليها مع أمم أفريقيا في نفس الوقت البعد الإداري أن نادي الزمالك بيحاول يشوف هل أبو جبل مكمل أصلاً وهيجدد عهده مع الزمالك ولا ممكن يمشي بالعرض الخليجي اللي موجود عنده فالفكرة دي هتمخلية أن ممكن محمد عواد أسهمه تزيد في الفترة اللي جاية لأنه هو اللي مكمل معايا وضامن أنه هو ماشي طول الفترة اللي جاية أبو جبل لو جبل عهده أعتقد أنه هيكون هو الحارس الأساسي في نادي الزمالك النهاردة إن شاء الله بعد ماتش الزمالك كيروش هيعلن القائمة الخاصة بالمنتخب في المباريتين اللي جايين مع سنغال وحلم طبعا الوصول لكاس العالم حلم كل المصريين دلوقتي توقعت حضرتك لقائمة كيروش اختياراته اللي دايما الشارع الرياضي وكل المتابعين بيبقى عندهم ملاحظات حوالين اختيار بعض اللاعبين ستتوقع القائمة حتضم من النهاردة شوف خلينا نقول إن كيروش مش هيبعد بعيد عن القائمة الأخيرة أو الأسماء المتدولة معاك اللي كانت موجودة في أمم أفريكي في آخر معسكر لازم نقول إنه هو اختياراته هتكون مبنية على تعويض الغيابات في مركزين اتنين بس مركز الباك اليمين بسبب إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي ربنا يشفيه ربه ويرجعه وإصابة أحمد حجازي العضلية اللي هتبعده عن المباراتين في مركز المدافع أو قلب الدفاع الاسمين دولات كانت التوقعات كلها أو كانت الترشيحات كلها ماشية في اسمين محمد هاني زهير أيمن النادي الأهلي وياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي ربما ينضم ليهم أيضا في مركز زهير الأيصر محمد حمدي من بيرامدس وابراهيم عادل برضو ما كانتش من الأسماء اللي موجودة قبل كده فهي دي تقريبا الأربع أسماء اللي بتدور ممكن تكون غير قائمة منتخب أم أفريقيا القائمة اللي تم اختارها في أم أفريقيا ولكن غير كده مش هتبقى فيه مفاجآت حتى كمان أن كارلوس كيروش في اختياراته أو في ظهوره في مبارات الدوري الممتاز أو في مبارات الأندية الأفريقية ما هوش يعني راضي قوي عن المستوى الأخير للأندية المحلية فأعتقد أن مش هيبقى فيه مفاجآت النهاردة في إعلان القائد ولكن في النهاية اختيارات كيروش كلها كل الدعم ليها مساندين إن شاء الله 23 أو 25 هيبقوا 25 راجل يحقق أولنا الحلم إن شاء الله ونوصل للمنديد إن شاء الله طبعا منشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الحميد فراج النقد الرياضي نورتنا في صباح الخير أنا بشكرك جدا وسعيد جدا أنه كنت موجود معكم صباح الخير صباح الخير شكرا جزيلا